أكد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى أكد على استمرار مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية للمحافظة على البيئة وتبني المبادرات التشريعية المتعلقة بالحد من التلوث وحماية المياه العذبة جاء ذلك بمشاركة وفد الشعبة في أعمال الاجتماع البرلماني بمناسبة المنتدل العالمي العاشر للمياه المنعقد في جزيرة بالي وأشار الوفد إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين سباقة لتبني المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بضمان حماية البيئة ومكافحة تلوث المياه يتي ذلك فيما شارك الوفد في الجلسة الأولى للاجتماع حيث بحثت الوفود المشاركة سبل توفير مصادر مياه نقية وآمنة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي كما شارك الوفد في الجلسة الثانية والتي تناولت الممارسات المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة تحلية المياه والاستفادة من المياه الرمادية والمطارية والتحسينات في دارة الموارد المائية والمزيد ينضم إلينا من مدينة بالي الأندونسية سعادة النائب بدر الصالح التميمي نائب رئيس ليلة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب نائب رئيس الوفد المشاركة أهلا بك في نشرة الثالثة سعادة النائب هل لك أن تطلعنا على تفاصيل مشاركة وفد الشعب البرلمانية المملكة البحرين في هذا الاجتماع في البداية أتقدم بالشكر لتلفزيون بحرين على هذه الفرصة لبيان الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية لتعزيز تواجدها ودورها في المؤتمرات في التجمعات البرلمانية الأقليمية والدولية الحقيقة أن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا الاجتماع تعكس الحرص على تفعيل الدور الدماسي البرلماني والتواجد في المحافظ والمؤتمرات الأقليمية والدولية والمشاركة في بحث الغضايا التي تطلع مبادرات وتعاون دولي ومشترك للتعامل معها خاصة فيما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو المياه العذبة حيث يأتي هذا الاجتماع لبحث توفير الحلول المستدامة والمتقاملة التي تضمن توفر المياه النقية ومرعاة احتياجات الحالية والمستقبلية وتشجيع التقنيات الحديثة والمستدامة لتعزيز فعال استخدام المؤرد المؤية وتغليل تأثيرات النفائيات والتلوث على البيئة وطبعا ذلك يساعد بشكل فعال على تحقيق الهدف السادس من أحداث تنمية المستدامة التي تبنىها أيضا مملكة البحرين ويدفع عجلة تنمية المستدامة في باقي المجلات كالصحة والتعليم والخضاء على الفغر والحماية المؤرد الطبيعي وغيرها نحن إن شاء الله من خلال هذه المشاركة في هذا المؤتمر لمثل مبادرة مشتركة بين التحدي البرلماني الدولي ومجلس مياه العالمي ومجلس النواف في أندونيسيا نسعى للطلاع على الجهود الدولية للتعامل مع قضايا المياه إلى جانب المشاركة الفعالة في المحاور التي ستناولها الاجتماع والتي ستناول ممارسات متركة للوصول الشامل والعادل إلى المياه فضلا عن الجلسة الخاصة عن دمسية المياه والتعاون والعلم من أجل السلام نعم من مدينة بالي اندونيسيا سعرت النائب بدر صالح التميمي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا